أكدت إيران وروسيا على استمرار التعاون الثنائي بين الجانبين على الصعيد النووي وبناء محطات نووية جديدة في مدن إيران الجنوبية ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ اتفاقية فيينا النووية بين إيران والقوى الكبرى مطلع العام المقبل أعلن المدير العام للوكرة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أن إيران بدأت خطواتها الرامية إلى تقليص قدرات برنامجها النووي تحت إشراف الوكرة الدولية وقال أمانو في اجتماع لمجلس مدراء الوكرة الدولية للطاقة الذرية في فيينا أن الوكرة تجري تحذيرات مرتبطة بعملية المراقبة والتأكد الخاصة بتنفيذ إيران التزامتها في طار خطة العمل المشتركة بما في ذلك الخطوات التي قد بدأت جمهورية إيران الإسلامية القيام بها كما أعلن رئيس الوكرة النووية الدولية أن الوكرة ستقدم تقريرا نهائيا حول الجوانب العالقة بشين برنامج إيران النووية الأسبوع المقبل وفي فيينا أكد نائب وزير خارجية الإيراني عباس عرقجي بعد مشاورات أجرها مع وفد وكرة طاقة الذرية أن طهران تعاول على بدي تنفيذ الاتفاق النووي مع الدول الكبرى مطلع يناير المقبل وفي تقريرها الأخيرة الذي كشف عنه في الثامن عشر من نوفمبر الجاري لاحظت الوكرة الأممية أن إيران بدأت بتفكيك بعض منشآتها النووية في موقع فوردو ونتانز تنفيذا للاتفاق وأشارت إلى أن نحو عشرة ألاف من أجهزة الطرد المركزي لا تزال تنتظر تفكيكها خصوصا أن إيران لم تتخلص بعد من مخزونها من اليورانيوم المخصب كما هو مقرر وستشرع إيران بتصدير اليورانيوم المخصب بعد أن تنهي الوكرة الدولية للطاقة الذرية تحقيقا حول البعد العسكري المحتمل للبرنامج النووي الإيراني الأمر الذي نفته طهران على الدوام والتزمت الوكرة بتسليم خلاصات هذا التحقيق في موعد أقصاها الخامس عشر من ديسمبر القادم وهو موعد الاجتماع يعقده مجلزها التنفيذي الذي كلف بالمصادقة على هذه الخلاصات وقالت مصادر دبلوماسية أن هذه النتائج يمكن أن يكشف النقاب عنها اعتبارا من الأسبوع المقبل